مرحبا معكم رحاب يا رب تكونوا بألف خير فيديو اليوم هو استكمال للفيديوين السابقين اللي حطيتهم بشأن تقديم طلبات الكفالة أونلاين واليوم 28 أولول بلش التسجيل ورح يكون لمدة 3 أيام بينتهي الساعة 12 بالليل من يوم 30 أولول طبعاً بطوئي ترونتو وهذا الرابع تابع لمنظمة أوراتو ومثل ما حكينا أن منظمة أورات هي منظمة دينية غير ربحية بتشمل كل الكنائس الكاثلك اللي هن مؤهلين من الحكومة الفيدرالية الكندية ومن وزارة الهجرة لكفالة اللاجئين ورح أحط لكم هلأ رابط صفحة أورات على الفيسبوك مشان تتابعوا كل الأخبار تتعلق بالكفالات وكمان عم حط لكم هذا الرابط الرسمي للحكومة الكندية لكل شي بتعلق بالهجرة بكافة أنواعها متل المشايفين اللي بيهبهم بالموضوع بيضل يتابع هذا اللينك ورح أحط لكم إياه بصندوق الوصف مشان كل اللي بيحب يتابع عن أخبار الهجرة وأنواعها وكيف بيتقدم له خلونا نروح على الرابط مشان نسجل دخول اليوم ونقدم طلب كفالة وهلأ دخلنا للرابط الأساسي بيفتح لكم هاي الصفحة الأساسية ومثل الملاحظين في زر أخضر على اليمين مكتوب تسجيل دخول هلأ بدنا نكبس هون ولا نشوف الصفحة لوين رح تاخدنا هاي الصفحة رح تاخدنا على شغل بيقولولا أنه buy ticket هلأ هذا السايت هو عادة نحن نستخدمه إذا بنحجز لأي حفلة أو event معينة بمصاري وبغير مصاري هني عملوها بهذه الطريقة وببلاش مشان يقدروا الناس تسجل وأي حد بيقدر يقدم على هذا الطلب منكبس على الزر التسجيل ومنشوف رح تطلع لنا المعلومات وهلأ فتحت صفحة جديدة اللي هي contact information بتكتبوا اسم كوند الأول الكنية اليميل confirmation للإيميل هون ما فيكن تعملوا copy وبس وتحطوه بالconfirm email مش هيتأكدوا أنكم أنتم عم بتكتبوا اليميل صحيح بعدين بننزل لتحت كمان بيرجع بيتكرر اسم كون متل موارد بالوثائق الحكومية سواء بجواز السفر أو وارد الإقامة الاسم last name اليميل بعدين نجي على home phone number اللي ما عنده خط أرضي بيقدر يحط رقم مرته رقم مرفيه أو أي حدا بس لازم يكونوا في رقمين تليفونين بعدين من حط رقم سيلفوناك الأساسي وبننتقل للhome address عنوان بيتك وين انت ساكن وكل واحد بيسجل عنوانه مثل موارد بالبريد العادي اللي بيجي المراسلات على بيته أو بيراسل فيها الحكومية بعدين الخانة الثانية اللي هي full name طبع الprincipal applicant يعني اسم المكفول اللي بدنا نكفله كما هو وارد بوثائقه الحكومية يعني كما هو وارد على جواز السفر وباللغة الإنجليزية وهذا الاسم أبدا ما بيتغير بعدين مننزل لتحت شو هو أو شو هي السلة القربة أو المعرفة بهذا الشخص اللي بيكن تكفله هل هو أم ولا أب ولا ابن ولا ابن أخت ولا أخ in los يعني بيت الأحمى بعدين الجدة والجد والأحفاد والكزن الكزن هنا ابن العم أو ابن الخال وبعدين مننزل ابن الأخت أو ابن الأخ وفي عندك الأنت الأنت هي بتكون الخالق أو العمي والأنكل هو الخال أو العم أو ممكن تحط صديق إلك بدك تكفله إنت إذن أي واحد عنده هون كفيل بدي يكفل صديقه فيه يقدر يكفله وطبعا هون كل واحد بيحق له يكفل عائلة من أربع خمس أشخاص إذن أنت بدك تكفل عائلة من أربع أشخاص بحط أربع أشخاص بتعمل check mark على رقم أربع وإذا بدك تكفل واحد بتعمل check mark على number one حسب عدد الأشخاص اللي بتكون أنتوا تكفل هون بعدين منيجي على موضوع الإقامة أو مكان ولادة الشخص اللي رح نكفله مثلا هو من سوريا منكتب من سوريا بعدين بأي بلد حاليا إذا هو بلبنان بالأردن وإنما كان منكتب هاي الخانة أو هذا البند هو بتعلق بالسبونسر يلي هو الكفيل عم بيسأله إذا أنت تابع أو بتحضر كنيسة معينة أو منظمة دينية اكتب الاسم هون وإذا ما أنك عم تابع لأي كنيسة فيك تكتب كلمة نن يعني ولا حدا وبتحط هون كلمة نن هلا هذا البند كاتبين إذا أنت عندك أي طلب مع أورات وإسا ما استكمل بدك تكتب yes أو no ما عم نحكي عالطلبات اللي مشيت وأجوا أصحابه عاكندا عم نحكي عالطلبات اللي إساتة عند منظمة أورات وإسا ما استكملت لعدة أسباب تكتب yes أو no وهذا هو الطلب وهذا هو أنه الطلب كتير سهل أنا قلت لكم تحضروا معلومات كتير بحال أنه طلبوها تكون عندكم جاهزة بس متبونوا لاحظوا لاحظتوا أنه الطلب كتير سهل ما يكون بحاجة لحدا يساعدكم ولا مكتب خدمات ولا مكتب هجرة والاستشارات حتى يعبي لكم هذا الطلب ممكن تحتاجوا الأشخاص بعد ما ينسحب طلبكم بالقرعة ويصير فيه عندكم بقى إجراءات تانية إذا أنت وإنتوا لغتكم إنجليزية مكتير سنيحة تستعينوا بيرفي بسجار بصديق بس أبدا أبدا ما تتفعوا لحدا مصاري حتى يعبي لكم هذا الطلب البسيط لأنه كتير فصارة عمليات احتيال وناس بتقول لكم تفعوا لي 500 دولار أو whatever المبلغ وأنا بخلي طلبك يمشي لأ أبدا ما مزبوط لحكي هاي الطلب متساوي فيه الكل وبتعتمد على الحص وبس تقدم الطلب تطلع لك هاي الصفحة بيقول لك وفي قدامه رقم وبيقول لك إنه كأنك اشتريت تيكت والتيكت هاي وكل شي معلومات قدمتها بتكون راحت على الإيميل المفروض يكونوا بعتوا لك إيميل إنك أنت طلبك وصل لعندهم ومثل ملاحظين إنه وصل الإيميل الخاص إنه وصل طلبك لعندهم وخلص هذا الإيميل بتحتفظ فيه وهني رح يترسلوا معك عن طريق هذا الإيميل إذا تم سحب اسمك بالقرآن شكراً للكل اللي عم بيحضر الفيديوهات وبعتذر إذا ما قدرت جاوب على كل الأسئلة وبتمنى أني درت وصل المعلومة بطريقة الصح صار فيه شوية لخبطة بالمعلومات بالبداية بس هلأ برجع بقوله بكرر الطلبات حصرياً لمنطقة ترونتا وضواحيها واللي عنده حدا من قريبينهم درجة أولى درجة تانية أور فيه وبيقدر يقدم لهم بيقدر يقدم لهم طلب كفعلة شكراً لكم مرة تانية وإن شاء الله جود لك للكل وبشوفكم في فيديوهات تانية سلام